موسيقى مشاهدين كل عام وأنتم بألف خير ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي خط التماس مواجهة جديدة على المحك خط التماس في هذه الحلقة نحط فيها الرحال بمصر لمقارنة فريقين يستحيل الحديث عن الكرة المصرية دون الإشارة إليهما فريقين تعتبر المواجهة بينهما من أقوى الدربيات في إفريقيا والوطن العربي موسيقى 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 إذن الأهلية من الزمالك من الأفضل بالكرة المصرية هذا وموضوع حلقة اليوم من خط التماس حلقة بنكها فنية حيث سيكون معنا من العاصمة القاهرة لتمثيل آراء عشاق الأهل الممثلة المصرية نشوى مصطفى ومن القاهرة أيضا سيكون معنا لتمثيل آراء عشاق الزمالك الفنان مدحة صالح نشوى مدحة مرحبا بكم كل عام وأنتم بخير كل عام والزمالك والأهل ومصر بألف خير إذن مشاهدين هناك تصويت المباشر حتى الآن ترجح كافة الأهل بـ 55% مقابلة 45% لصالح الزمالك بب التصويت كالعادة يبقى مفتوحة حتى الإعلان عن نتيجة نهائية مع نهاية الحلقة إذن مرحبا بكم من جديد نشوى ومصطفى البداية مع نشوى ألا تعتقدين أنه حان الوقت لنبارك لمدحة مرتين العيد وتتويج الزمالك ببارك طبعا لمدحة على العيد ولكل جمهور متحة ولكل جمهور الوطن العربي وكل جمهور مصر وكل جمهور الأهلي والزمالك برضو عشان العيد لكن فكرة تبارك لمدحة عشان إيه؟ عشان إيه تاني؟ تتويج بلاقب التوري المصري لا لسه حضرتك فيه لسه عندنا فرصة إن شاء الله لمدحة هل من المنصف أو من الممكن القول مبروك الدوري المصري لفريق زمالك؟ أولا كل سنة أنتوا طيبين ونشوى كل سنة وهي طيبة وجميلة ومبروك على كل الأعمال التي قدمتها وأنا عايز أقول في الأول وفي الأخر المحصلة هتبقى لصالح الكرة المصرية لما نجي نفكر باختصار كده نلاقي النهاردة اللي بيشارك في البطولات الإفريقية هنلاقي أكتر من نادي مصري نادي الأهلي ونادي الزمالك ونادي سموحة وأعتقد بيتروجيت يعني إحنا في صحوة في الكرة المصرية أما بالنسبة للنسبة وتناسب بالنسبة للسنة دي الزمالك محتاج بونت واحد ولسه قدامنا ثلاث ماتشات وأي حد عائل يعني هيقول للزمالك مبروك زي ما أي حد عائل كان في السنين اللي فاتت لو كان يزعل لو الزمالك اتغلب من الأهلي وهو زمالكوي كنت بقول عليه مش عائل والأهلاوي اللي كان بيفرح لما بيكسب الزمالك كنت بقول عليه مش عائل اللي كان قدر زي ما تقول قدر والحياة ماشية متساستيما كده بس يعني الحمد لله أن الزمالك السنة دي ابتدى يستعيد عفيته وبقالنا من 2003-2004 آخر بطولة فيعني مبروك للزمالك مبروك للزمالك نشوة بالنسبة للحلقة اليوم هي على شكل جزئين الجزء الأول من الأفضل الزمالك أم الأهلي هذا الموسم الجزء الثاني من الأفضل الأهلي أم الزمالك في تاريخ الفريقين تاريخ الكراء المصرية الآن هذا الجزء الأول هذا الموسم هل تعتقدين أن الزمالك سيتوج باللقب لقوة الزمالك أم لضعف الأندية الأخرى من بين الأهلي أنت ريح حضرتك تسبق الزمن يعني يعني أنت خلاص قررت أنه سيأخذ الدوري الواقع لدينا فرصة إن شاء الله أي فرصة أي فرصة يعني بص هنا ما تكسرش في عزيمة الأهلوية حضرتك لسه في لهم نقطة حليني ممكن النقطة دي مش ربنا ممكن يخليهم ياخدوش النقطة دي أساسا والأهلي اللي ربنا يكرموا إن شاء الله ممكن خلاص بس خلاص نعم ممكن يبقى إن شاء الله إحنا الأهلوية هم اللي حيبقوا شطان إن شاء الله يعني أنا وقع حياتك إنت بتنهي لأ مفيش حاجة اسمها خلاص الزمالك توج لسه إحنا عندنا فرصة وإن شاء الله إحنا اللي حنكسر عشان ربنا بيحبنا والله إحنا أطيب بكتير من الزمالكوية حقيقي وربنا إن شاء الله هيوف معنا وإحنا اتظلمنا السنة دي إحنا اتظلمنا مش عارفة تظلمنا يعني في إيه بس بس كل أصحابي يقولنا إن إحنا اتظلمنا كل أصحابي الأهلوية الثانية يعني ما رأيك مدحة بالنسبة للأهلويين يسرون على أن الأفضلية هذا الموسم هي للزمالك نتيجة أخطاء الحكام حرم الحكام لفريق الأهلي من ركلات جزاء من أهداف صحيحة الآن التفوق الوحيد للأهلي على ما يبدو هو في التصويت الآن على سكاي نيوز عربية خمسة وخمسين في المئة مقابل خمسة واربعين لكن طيلة الموسم تفوق للزمالك الفريق خسر فقط مرتين أليس كذلك مدحة شوف أقول لحضرتك أنت قلت الموضوع مقسوم لجزئين الجزء الأول هو تقييم الفرقتين السنة دي فأي حد بيعرف يعني بيفهم في الكورة وبيشوف النتائج هيعرف أن الزمالك الأفضل لكن لو جينا نتكلم في الجزء الثاني هذا موضوع تاني لأن أنا أقول لحضرتك الأهلي كمحصلة صاحب بطولات أرقام قياسية صحيح هذا سيكون موضوع على جزء الثاني إنما الزمالك الزمالك ابتدى أول بطولة عنده كانت تسعة وخمسين ستين ألف تسعة وخمسين ستين وآخر بطولة ألف وتلاتة ألفين واربعة وبالتالي الأهلي كان يعني عدد بطولاته أكتر لكن السنة دي السنة دي بالتحديد كل الفرق أو كل الجماهير عارفين إن الزمالك السنة دي الحمد لله في أحسن صور نشوى العالم كله يعترض بأن الزمالك أنا معلش أنا بعترض لا إن العالم كله مش بيحضرتك لا يا علي لو سمحت نشوى 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 أنا عجبني الحماس يا أعجبني الحماس بس أنا بحبة التجيم بال بس أنت بتغزني يعني بس الضحكة دي بتغزني أبداً يعني بحبك أحب كده عبدكم نشوى 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 أقولك على حاجة يعني هقولك على حاجة تعالي تعالي ناخد الناس في اتجاه جميل يعني ايه بلاش ناخد الجمهور في سكة التعصب خلينا نقول ايه خلينا نحلم انا كذا ملكاوي وانتي كاهلاوية نحلم بان انا ممكن اخد مثلا اولادي ومراتي وانتي تبقي جوزك وولادك ونروح لستاد نحضر الماتشات ونحس ان احنا بنقضي وقت جميل ده اللي احنا عايزين نوصلوا مع الشباب الفكرة دي في ايدي الشباب الفترة دي لكن لما يشوفوا اهلاوي يعني متحفز متحفز كده وعصم كده يا متحة انا جوزي بيغزني انا جوزي على طول بيغزني لانه زمالكاوي انا عارف انه زمالكاوي زي انا عارف انه زمالكاوي بس ايه بس ايه بس انا اهلاوية طب هقولك طب هقولك على حاجة هقولك على حاجة كل الناس بتقول انه جوزك اطيب بكتير لا لا والله والله العظيم انا اللي اطيب منه بكتير اطيب منك لانه زمالكاوي يا متحة انا عايز اقولك حاجة ممكن اقولك حاجة هتصدقها يا متحة عشان تعرف انت عارف ان يوم فرحنا والله العظيم كان المفروض لي ياخدني من عند الكوافير الساعة سبعة جالي ساعة عشر عشان كان فيه مطش الزمالك بيلعم وحيط ربنا بص نشوة اللي مالوش خير في الزمالك مالوش خير في المراتوة كلام جميل كلام جميل الفكرة فقط نشوة مضحة اشرت الى نقطة جد مهمة وهي المسؤولية الاخلاقية هذه المسؤولية الاخلاقية حتى للقنوات للإعلام العربي لقناة سكاليوز عربية هو انه هذا البرنامج الهدف من هذا البرنامج هو ان نضح للناس بانه ممكن اتفاع عن الفريق لكن بدون تعصب وانتم مساعدتون كثير في هذه الحلقة لهذا الهدف هدف البرنامج هو هدف سامي مسؤول يجيد اخلاقية لكن هذا لا يمنع من القول النشوة بانه بالارقام وبشاهدة الجميع الزمالك هو الفريق الافضل هذا الموسم في مصر من فضلك يا علي سألك سؤال بس احلف ان انت حجاو بصراحة انت زمالكاوي او الاهلاوي انت شاكلك زمالكاوي على فكرة لكن سؤال تاني النشوة انت زمالكاوي او الاهلاوي واضح ان انت زمالكاوي جدا انا زمالكاوي لاثنين 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 لا اصلا انت مصر ان الزمالك بيلعب احسن انا ببقى قعدة وبتفرد فعلا على المتشاط وبحس ان الاهل هم اللي بيلعبوا احسن لكن الزمالك السنادي الحقيقة حظه كويس حظه كويس ممكن ممكن لحد ممكن قوة الفريق او ممكن حتى قوة انصار فريق الزمالك لانه الان في التصويت المباشر الافضل هي مع بداية الحلقة كانت لفريق الاهلي الان بدأ الفريق يتقلص يبدو ان نمدحة اقنع الكثيرين بالتصويت للزمالك يا جماعة لا الاهلوية من فضلكم ما يصحش تسيبوا الفريق كده يعني نقف جنب بعض شوية ونقف جنب الاهلي شوية يا جماعة ما يصحش من فضلكم صوتوا للاهلي لو سمحتوا يعني مش عايزلكم ينتصروا علينا في التصويت لا انا عايز للناس بعد اذنكم بعد اذن النشوة وبعد اذن حضرتك ان احنا نخلي الجمهور يصوت على ان احنا يعني كم في المية حابب ان شكل الجمهور يرجع للملاعب بالشكل الجميل اللي ممكن نقعد فيه اهلاوي جنب زمالكاوي ونشجع مع بعض واللي يكسب نقوله جود لك واللي يخسر نقوله هارد لك ونشوف مشغلنا واشغالنا وحياتنا بعد كده من غير ما نحتكب بعض ده اللي عايزين نعمل علي التصويت مين حابب انه احنا ننزل كعائلات واسر واصدقاء واصحاب ونبقى قاعدين مع بعض يعني تبقى بنتفرج بنستمتع بالرياضة بالكورة الرياضة يعني سمو واخلاق الرياضة عمرها ما هتكون حاجة غير كده والاشياء اللي بتحصل حديثا في الرياضة ده يعني توجهات بتاخد الرياضة من مضمونها وبتفرغوا في اماكن تانية احنا عايزين نعمل التصويت على مين حابب ان احنا نرجع زي زمان ونقعد جنب بعض واللي يكسب نسلم عليه ونقول له مبروك صحيح صحيح اللي فقط نشوى نشوى لتسمحيني لا معلاش اوستاذ علي لا انا بعترض اعترضي مع بداية الجزء الثاني نشوى نشوى فقط ده من الوقت نهاية الجزء الأول اعتراضك سيكون أول نقطة في الجزء الثاني فقط مشاهدين فقط نتجة التصويت حتى الآن تغيرت نائما الأفضلية لفريق الأهلي لكن ب53% مقابل 7 و4 لصالح الزمالك نواصل هذه الدردشة هذه المناظرة هذه الحلقة من خطة ماس حول من الأفضل في مصر الزمالك بالأهلي لكن بعد ذلك الفصل القصير بقوة معنا مشاهدين مرحبا بكم مجددا في هذه الحلقة المميزة والتي بيبنكها فنية من برنامج خطة التماس الموضوع هو من الأفضل بالكرة المصرية الزمالك أم الأهلي أو الأهلي أم الزمالك معنا من العاصمة المصرية القائرة الفنانة نشوى مصطفى لتمثيل آراء مشجعي فريق الأهلي ومعنا كذلك من العاصمة المصرية القائرة مضحة صالح والذي يمثل آراء عشاق فريق الزمالك نشوى وعدتك قبل نهاية الجزء الأول بأن أعود إليك في بداية الجزء الثاني كان لديك اعتراض باختصار شديد سنبدأ موضوع الجزء الثاني الذي هو الإنجازات أو مقارنة بين الفريقين على مستوى التاريخ تاريخ الفريقين طيب تحب أقول الأول لا اعتراض أن ما يتحد بيقول بلاش تعصب وأنا معاه جدا جدا لكن الحقيقة كل الزمالكوية متعصبين وبيغيزوا في الأهلوية على طول بيغيزوهم فعلا وبيتشفوا فيهم أن هم السندي يعني ربنا ما أكرمهمش وأنا جزء الزمالكوية بيقدر فعلا يغيز فيها على طول والله العظيم يعني طول ما إحنا قاعدين بيغيز فيها وهو متعصب للزمالك وما بيحبش الأهلوية النهائية يعني بس تبقى أياه عارفين ففكرة أنه متحط يقول نحب بعض كلنا وكده ده مش حاصل مش حاصل في البيوت دي حاجة أنت متعصبين بس متحط عائل يعني لكن هو في الواقع يعني الزمالكوية ما بيحبوش الأهلوية النهائية قولي بحضك السؤال يعني الإنجازات يعني الإنجازات على مستوى تاريخ الفريقين يعني بوس عدة حبة النجاحات اللي عملوهم الأهلي شوية النجاحات الكتير وصد شوية النجاحات اللي عملوهم الزمالكوية وإنت تعرف الإنجازات إيه أهم كمان حاجة أن كل الناس يعني مثلا أنا من استغرامني زي متحط زمالكاوي ومصلا الأستاذ فايد درويش الله يرحمه اللي هو أبو الفن كان أهلاوي ليه مثلا كده كامل الخلعي داود حسني كل الأكابر بتوع الغنة والمزيكة متحط كانوا أهلاوية يعني أنا مش عارفة أنت ليه انحرفت كده يعني محدش 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 يقدر ينكر أنهم أسدتنا ومحدش يقدر ينكر أن الأهلي صاحب أرقام قياسية في البطولات وأنا قلت ده قبل كده وعلى فكرة اللي ينكر ده يبقى حد جاحد يعني احنا بنقول أن المكسب الأساسي لنا المنتخب بقى إحنا بقالنا كام سنة محرومين يا ناشوة من الاشتراك في بطولات حتى أفريقيا بطولات أفريقيا يعني بقالنا سنين بقالنا فترة كده محرومين يعني السنة دي أول سنة تحسني فيه أكتر من آه طب أكتر من 3-4 فرق مصرية بيشتركوا في بطولة أفريقيا وبالتالي ده معناه إن فيه بقى حالة صحوة دلوقتي في الدوري المصري يعني نادي الأهلي طبعا بلا أدنى شك نادي عظيم يعني أقولك ببساطة النادي الزمالك خدت دوري 11 مرة بالاشتراك مرتين مع الأهلي والأهلي 32 بالاشتراك مرتين مع الزمالك يعني واضح الفرق من غير ما نقول إنه يعني إحنا أشطر لكن أنا بتحفظ على فكرة بيكره الأهلوية إطلاقها طب أقولك على حاجة بسيطة أنا والله العظيم أنا جوز جكره الأهلوية أنا بأعمل حفلات للنادي الأهلي أكتر من نادي الزمالك بكتير جدا بس بروحنا للأهلي وهم عارفين إنه زمالكاوي صميم وبيحترموا فيها الحكاية دي وأنا بحترم كل أخلي بالك أنا بتعامل مع الرياضة شكل مختلف ما عنديش لفك الأهلي لو الزمالك اتغلب وبيلعب وحش بقول يستاهل لو لعب كويس واتغلب بقول حظه سيء بس هو قدر وبقى ونصيبه كده وخلاص لكن مش أخذها على سدري قوي لكن مش أخذ على سدري يعني نعود للمقارنة موضوع هذه الحلقة مقارنة بالإنجازات الفريقين هذه القرن فريق القرن إفريقيا فريق القرن طبعا لكن هذا اعتمادا على الإنجازات الإفريقية لكن معظم الإنجازات الإفريقية التي حققها الأهلي كانت في القرن الواحد والعشرين القرن الواحد والعشرين القرن الجديد في القرن الماضي كانت الأفضلين الزمالك أليس هذا ظلما لفريق زمالك بالظبط بس نحسبها بالحقبة الزمانية بتاعت عمرنا يعني اللي احنا شوفناه في حياتنا لكن لو بالنظرية اللي حضرتك بتقولها دي يا أستاذ علي يبقى أنت صح جدا إلي دي حقبة انتهت المفروض وبنمتهي وبنبتدي في حقبة جديدة يعني في عهد جديد ولكن بالنسبة اللي احنا شوفناه في حياتنا النادي الأهلي كان صاحب إنجازات أكثر بالأدنى شك ها ولا بيشيد اللامدحة بيشيد فريق الأهلي بيعترف بأنه فريق الأهلي وصاحب الإنجازات لكن ما سمعناه منك نشوة ولا اعتراف ولا إشادة بفريق زمالك اه لا لا فريق زمالك عملي أمرات نفسية الحقيقة في البيت جدا وموطرني ومضايقني فريق زمالك ما بيخداش خليلي أتفرج على مطشاط معاه عارف حضرتك لو فيه مطش للزمالك مثلا أول أهلي لازم أنا أتفرج في مكان وأبو الولادي تفرج في مكان لأنه إحنا بنتخانق ففريق زمالك الحقيقة منكد عليها عيش تبقى له فترة طويلة يعني لكن هم ما عملش طب أقولك إحنا عندنا مثلا إنجاز تاني مهم إحنا عندنا قناة والزمالك ما عندهمش قناة إحنا مثلا الأستاذ عمر الشريف الله يرحمه كان أهلاوي هم ما عندهمش نجم عالمي كان زمالكاوي بس فدي كل الحاجات اللي عندنا عندنا حاجات أكثر منك وبكتير مدحة مدحة فنان عالمي كان أهلاوي قناة أهلاوية زمالك ما عندهم ولا حاجة لا الزمالك إزاي بقى طب يعني طب في عندنا نجوم كبار برضو زمالكاوية يعني لو عايز تشوف من أول أقولك يعني أسامي كتير قوي اللي يحضرني دلوقتي عمر دي زمالكاوي محمد مونير زمالكاوي محمد الحلو زمالكاوي مدحة صالح زمالكاوي في ناس كتير قوي بس يعني مش حضر لكن كتير جدا على رأسهم على رأس الكل يامد حتويا نشوة على رأس الكل الفريقان خرج العديد من النجوم الذين مثلوا الكرة المصرية حسن شحاتا زمالكاوي طبعا صالح سريم زمالكاوي والخطيب زمالكاوي سوري أهلاوي صالح سريم أهلاوي الخطيب أهلاوي حليما يلك لا بس قلبه زمالكاوي الخطيب قلبه زمالكاوي أنا عارف فعل لا أهلاوي طبعا لحال كما قلت الفريقان خرج العديد من النجوم ونجاح الكرة المصرية ودائما كان تقريبا في معظم الحالات هو من نجاح ناديي الأهلي والزمالك الآن نعود لفريق الزمالك هذا الموسم فريق الزمالك تفصله فقط نقطة واحدة عن التتويج باللقب أعتقد نشوة بأنه حان الوقت حان الوقت نقطة واحدة حتى حسابيا ممكن أن يحصل الفريق نقطة واحدة من ثلاث مباريات بس ربنا لا ممكن يحصل معجزات والأهلي إن شاء الله ممكن ياخد الدوري أنا عندي أمل إن شاء الله ممكن ياخدوش النقطة دي في الثلاث مباريات شاطر جايين والذي هو اللي يكسب ويبقى شاطر ومين عارف يعني الدوري لسه في الملعب نعم تبقى لنا من الوقت مدحة نشوة فقط دقيقتين عن نهاية البرنامج سأعطي دقيقة لكل واحد منكم النتيجة حتى الآن للتصويت دائما 53% لصالح الأهلي 47% لصالح الزمالك كلمة أخيرة ربما من مدحة لتغيير لإقناع الزمهور لتغيير النتيجة دقيقة الله يخليك طبعا أنا قبل ما سيب الجمهور عايز أقول لهم للمرة الأخيرة كل سنوط طيبين وعيد سعيد عليكم وعايزكم حتى لو ما صوتوش للزمالك عايزكم يعني صوتكم يروح للمشروع الحلم اللي احنا افتقدناه إنه احنا نتلم في المدرجات ونتفرج ونسعد بالرياضة ونشجع اللي يستحق وليبقى مهزوم نقول له فرصتان يتعوض فيها خسرتك والرياضة تبقى جزء يعني جزء من أخلقنا وتبقى جزء من سلوك بتعلمنا سلوك جميل ونفسي أشوف الجمهور لما يرجع المدرجات يبقى بتفرج على الكرة وما بديش ظهره وتنطط نعم مدحة لأنه هذه النقطة المهمة جدا لأن مباراة الحسم مباراة الأهلي والزمالك ستقام خارج القائرة وبدون جمهور نشوة ألم تكن تتمنين لو عادت الجماهير خاصة في هذه المباراة لإعادة للكرة المصرية السمعة الطيبة التي كانت تحضبها قبل الأحداث الأخيرة في الملاعب المصرية بني وبينك طبعا كنت أتمنى جدا الحقيقة يعني يبقى يوم عيد كده لأن مدشاط الأهلي والزمالك دي بتبقى حدث مهم وحالة في البيوت المصرية كلها يعني بتبقى حالة مبهجة الحقيقة جدا فكنت أتمنى يبقى فيه جمهور ولكن إحنا بنرضخل لأي ظرف يعني آني بيفرض علينا حاجات إحنا مش حابينها قوي بس عايز أقول لكل الجماهير يعني ربنا يسعد الناس كلها وعايز أقول لجمهور الأهلي بالمخصوص يعني منفضلكم ادعو جدا جدا لفريق الأهلي وإن شاء الله إن شاء الله هنغلب ورهان وإنا متأكدة إن شاء الله يوم مدش الأهلي والزمالك هنغلب خمسة اتنين يعني إحنا هنكون خمسة وهم اتنين وأي زوج زمالكاوي يخليه هنجيب إحنا خمسة إحنا كأهلي هنجيب خمسة لا خليه كتير كتير خمسة ممكن واحد صفر اتنين صفر خمسة اتنين كتير لا لا إحنا أنا بقول له حضرتك هتشوف إحنا هنجيب خمسة وهم اتنين عادي يعني ده الطبيعي اللي بيحصل وبقول كمان رسالة لكل الأزواج الزمالكاوية من فضلك كل زوج زمالكاوي يخليه رحيم شوية بامراته الأهلوية ويخليه لزيز وطيب معه عشان تعمله شاي ساعة المطش لأنه والله العظيم لو رخم ما فيش كوبايت شاي ساعة المطش صحيح إذن أشكركم جزيلا شكر نشوى مصطفى مدحة صالح شكرا جزيلا لكم لكل عام وأنتم بخير الزمالك والأهلي بخير شعب مصر بخير النتجة فقط النهائية 53% لصالح الأهلي 47% لصالح الزمالك مشاهدينا إذن كانت هذه النتجة النهائية لحلقة عن من الأفضل بمصر حلقة الأسبوع القادم تبقينا في عالم كروت القدم لكن ننتقل من الملاعب العربية إلى الملاعب الأوروبية الموضوع انتقال الدول الألماني باسيان شفاينستايجر من ألمانيا إلى إنجلترا بنتساءل من الرابح في صفقة انتقاله من باير ميونيخ إلى مانشستر يونايتو اشتركوا في القناة ستكون من يونايتد أم باير ميونيخ من الرابح في صفقة انتقال اللاعب أو الدولي الألماني باسيان شفاينستايجر من باير ميونيخ الألماني إلى مانشستر يونايتد فقط في الحلقة التي انتهت قبل قليل كانت حلقة جد مميزة كان السؤال هو من الأفضل بالكرة المصرية فريق الأهلي أم فريق الزمالك وكان معنا من طبيعة الحال من العاصمة المصرية القاهرة الفنانة الممثلة نشوى مصطفى والفنان المغني مضحة صالح الذي كان يمثل آراء مشجعي فريق الزمالك بينما نشوى مصطفى كانت تمثل آراء مشجعي فريق الزمالك كانت جنيائية فقط للإعادة 53% كانت لصالح فريق الأهلي و47% لصالح فريق الزمالك الحلقة القادمة ستكون أوروبية من الرابح من الانتقال أو سبقة انتقال باسيان شفاينستايجر من فريق باير ميونيخ إلى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي إذن في النهاية كل عام وأنتم بخير كل عام والأمة العربية والإسلامية بخير ألقاكم الأسبوع القادم إلى اللقاء اشتركوا في القناة